نص هذه التعليمة الصادرة عن إدارة قسم توزيع الطرود والبريد يصف نوعية الخدمات المقدمة بالسيئة نظراً لعوامل عدة أبرزها أن أغلبية الطرود والرسائل البريدية لا تصل إلى أصحابها ويعترف بريد الجزائر من خلال هذه الوثيقة أن سعاة البريد لا يوزعون جميع الطرود المكلفين بإيصالها إلى أصحابها كل يوم بدليل أن العديد منها يبقى حبيس أدراج مكاتب البريد فضلاً عن عدم التزامهم باللباس الرسمي نص هذه التعليمة يعيدنا إلى مشهد الإهمال والتسيب في تسيير مصالح المواطنين الذي وقفت عليه وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجية والرقمنة إيمان هدى فرعون بنفسها إثر زيارتها الفجائية لمركز فرز الطرود البريدية حالة التسييب هذه دفعت الإدارة إلى اتخاذ إجراءات حسب نص التعليمة في مقدمتها مراقبة دوام العمال وتحديد أوقات الدخول والخروج مسألة العمال في حال وجود الخزائن مملوئة بالطرود وعند عودة السعات إلى المراكز فإن مدير المركز ملزم بتفتيش الحقائب لتأكد من أن كل الرسائل والطرود تم توزيعها ارفقوا الرسائل الغير موزعة بتفسير خطي فهل ستفضي هذه الإجراءات إلى تحسين نوعية الخدمات؟ ترجمة نانسي قنقر